أعلن برلمان أقليم كردستان تأجيل اجتماع مقرر لهيئة الرئاسة إلى يوم الرابع العشرين من الشهر الجاري فيما بيّن أن الاجتماع المقبل سيضم رؤساء الكتل السياسية في البرلمان وقالت سكرتيرة البرلمان منا قهواتشي في تصريح صحفي المقتضب أنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم بين رئيسة برلمان الأقليم ونائبها وسكرتيرة البرلمان إلى يوم الرابع العشرين من الشهر الجاري من دون الإفصاح عن سبب التأجيل وأضافت قهواتشي أن الاجتماع المقبل سيكون موسعا وسيضم رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية وكانت رئاسة البرلمان في كردستان قررت عقد اجتماع بعد مرور 75 يوما على عدم عقد جلسات البرلمان بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول قانون الانتخابات في الإقليم وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات ترجمة نانسي قنقر